مرحبا اليوم رح نبلش بأول تطبيق لمعرفة كمية المذاب والمذيب داخل المحلول ونطبق حسابات عليهم لنعرف قديش هدول كميتهم داخل المحلول المعين ولأنه الكيميا لها شقين شق عملي وشق نظري بدنا نطبق تجربة بالمختبر لتورجيني كيف تطبيق التركيز وعشان أفهم التركيز بشكل أكبر وأحسن بدي أجيب دورق حجمي زي ما أنتوا شايفينه هذا الدورق بيحتوي على رقم معين يقاس بوحدة المليلتر هذا الرقم يمثل حجم الدورق في عندي دورق ميت ميل وفي عندي دورق ميتان وخمسين ميل عشان أحضر محلول بتركيز معين بدي أستخدم السكر وأذوب كمية معينة من السكر في كل الدورقين بدي أجيب في البداية عشرين جرام من السكر باستخدام الميزان الحساس أوزنهم وأحطهم في الدورق الحجمي اللي حجمه ميت ملي وأذوب السكر وأضل أضيف مي لحد ما توصل للعلامة الموجودة على عنق زجاجة الدورق وبهاي الحالة بكون حصلت على محلول حجمه ميت ميل من المحلول بكرر نفس العملية وبوزن عشرين جرام من السكر مرة تانية بحطهم في الدورق الثاني اللي حجمه ميتين وخمسين ميل بذوب السكر وبضل أضيف مي لحد ما أوصل للعلامة الموجودة على عنق الدورق وبكون حصلت على عشرين جرام من السكر وميت عفواً ميتين وخمسين ميل من المحلول طيب يا ترى هدول العينتين اللي عندي قديش تركيزهم؟ التركيز بقدر أحسبه بالعلاقة الرياضية الثالية التركيز يساوي كتلة المذاب على حجم المحلول كتلة المذاب برمزلها بالرمز كاف وحجم المحلول برمزله بالرمز حق إذا قصت كتلة المذاب بوحدة الجرام وحجم المحلول بوحدة المليلتر بيكون عندي وحدة التركيز جرام لكل مليلتر تعالوا أطبق هاي المعادلة الرياضية البسيطة على التجربتين اللي عملتهم نيجي للتجربة الأولى ونحسب التركيز تركيز المحلول الأول التركيز يساوي كتلة المذاب يعني كتلة السكر وهي عشرين جرام على حجم المحلول ميت من حجم المحلول عندي بختصر الصفر مع الصفر وبطلع عندي التركيز تنين بالعشرة شو وحدته؟ وحدته جرام لكل مليل أجي على العين الثانية وأحسب تركيزها التركيز زي ما حكينا شو يساوي؟ يساوي كتلة المذاب اللي هو السكر وهي عشرين جرام على حجم المحلول حجم المحلول عندي قديش؟ ميتين وخمسين مليل بختصر الصفر مع الصفر وبطلع عندي تركيز المحلول تمانية بالمية بوحدة جرام لكل مليل هيك أنا افهمت شو هو التركيز وطبقت تجربة بالمختبر بتورجيني شو هو التركيز وكمان حليت أمثلة وطبقت هاي المعادلة الرياضية هاي المعادلة لاحظت أنه المحلول اللي عفوا التركيز فيها وحدته جرام لكل مليل في عندي كمان وحدة للتركيز اللي هي مول لكل تير لكن ما رح نتعرف عليها في هاي المرحلة هنتعرف عليها في مراحل ثانية تركيز المحلول هسا بقدر أعرفه بأنه مصطلح يستخدم لقياس كتلة المذاب وممكن أعبر عنه بنسبة المذاب على المذيب أو بنسبة المذاب على المحلول خليكم معانا المرة الجاي عشان نحل أمثلة أكتر عن التركيز ونفهم شو هو منيح ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر